السلام عليكم مدارس الوطن العربي رح نعطي الدرس الأول عجلون للصف الثامن مادة التربية وطنية اللي هي الوحدة الأخيرة لهذا الفصل الدراسي رح نتعرف بداية على موقع مدينة عجلون هي تقع في الشمال الغربي من العاصمة عمان على بعد 76 كيلو متر يحدها من الشمال إربد ومن الشرق جرش ومن الجنوب محافظة البلقاء ومن الغربي امتداد محافظة إربد منطقة غور الأردن رح نتعرف على تسمية عجلون وهي السؤال الثاني فرع ألف من أسئلة الدرس جاءت تسمية عجلون من لفظ أرامي قديم نسبة إلى اسم إحدى ملوك مؤاب عجلون كمان عرفت باسم جلعاد اللي هو يعني الصلابة والخشونة تطفق هذا الاسم مع تضاريس مدينة عجلون الجبلية العالية طبعا مساحة عجلون تبلغ حوالي 400 كيلو متر مربع وعدد سكانها في عام 2015 176 ألف نسمة طبعا بيتبع لمحافظة عجلون إداريا عدة ألوية لواء قصبة عجلون وكفرنجة وعرجان وسخرة ثانيا رح نتعرف على التطور التاريخي لمحافظة عجلون الكشفات الأثرية في مدينة عجلون على تعاقب الحضارات بيّنت له أو دلت أنه فيه هناك كان عدة عصور قامت على هاي المنطقة أو هاي المدينة واحد أنه تبوأت مركزا متميزا في العصور اليونانية الرومانية البيزنطينية كمان عرفت باسم جلعاد في العصر الأموي طبعا هاي ملاحظة كثير مهمة كمان أخذت المدينة شهرة واسعة في العصر الأيوبي أيضا في أواخر العصر العثماني كانت قضاءا تتبع ولاية حوران بيتبع إليها من ناحية الكورة كفرنجة ومية وعشرين قرية طبعا هاي إجابة السؤال الرابح هي دليل على أنه كانت العجلون في العصر العثماني أهمية كبيرة طبعا هاي المدينة تعرضت للظلم كباقي المناطق فتحررت هاي المدينة تحت القيادة الهاشمية وشهدت وازدهرت واتطورت وشهدت نهضة عمرانية تعليمية ومنسميه بتاريخ الأردن الحديث طبعا عجلون هي إحدى محافظات المملكة الاثني عشر رح نتعرف على المعالم التاريخية والسياحية لمحافظة عجلون بداية قلعة عجلون من حيث من بناها في أي عهد متى أين تقع والأهمية والميزات أو سبب البناء إن وجد قلعة عجلون هي من أهم القلاع أمر ببنائها صلاح الدين الأيوبي على قمة جبل عوف ترتفع تقريبا 100 متر عن سطح البحر الهدف من بنائها واحد حماية طريق الحج والطريق التجاري الواصل بين مكة واليمن مع بلاد الشام ومصر ورسط حركات الفرنجة اللي كانوا بيحتلوا بيت المقدس وبتطلعوا لإحتلال شمال الأردن وطبعا هذو إجابة سؤال 2 في رعبة من أسئلة الدرس فيه كمان عندنا سؤال الثالث أعطي دليل على اهتمام الأيوبيين بعجلون أول دليل اللي هو بناء هاي القلعة على قمة جبل عوف ثاني معلم وهو مسجد عجلون الكبير يقع في وسط المدينة بعد بناءه لهذا المسجد إلى العهد الأيوبي والعهد المملوكي وهذا ثاني دليل من أدلة اهتمام الأيوبيين بعجلون اللي هو أنه بناء مسجد عجلون الكبير طبعا من أمر ببناءه الملك الصالح نجم الدين أيوب مار ألياس وهو ثالث معلم يعد من المواقع المهمة لماذا أو شو أهميته أنه واحد يمثل مسقط رأس النبي إلياس ثاني أنه موقع كنيسة كبرى واعتمد أيضا للحج المسيحي أيث كان حيث كان يحج المسيحيون في يوم 21 سبعة من كل عام رابع معلم هو مزار سيدة الجبل أهمية هذا المزار واحد اعتقاد أن سيدنا عيسى ووالدته مريم العذراء أمضيها مدة في إحدى كهوف بلدة عنجرة اللي هي تقع في المزار كمان أنه هو يعتبر فيه كنيسة سيدة الجبل البعود للقرن الرابع ميلادي وأيضا أنه من المواقع المعتمدة للحج المسيحي وأيضا هون يوجد إجابة سؤال الثاني فرحها أنه لماذا يتميز مزار سيدة الجبل بقدسية خاصة عندها المسيحية محمية غابات عجلون اتأسست بعام 1989 بمساحة تبلغ 12 كيلو متر مربع تقع على بعد 8 كيلو متر شمال غرب مدينة عجلون ما أهميتها واحد الحفاظ على أنواع النباتية كأشجار البتم والإجاس البري والأزهار البرية من الأمثلة على هذه الأزهار النعمان والزئبق والسوسنة السوداء ثاني أهمية نشر الوعي البيئي في المنطقة والحفاظ على الحيوانات البرية المهددة بالانقراض طبعا هون إجابة السؤال الثاني فرع جيم لماذا تأسست محمية عجلون طبعا شن نمط السائد في محمية عجلون نمط نباتي يسمى نمط غابات السنديان مستديمة الخضرة آخر معلم من معالم السياحية في مدينة عجلون وهو قرية راجب من مميزاتها أنه اكتشفوا فيها أرضيات فسي فسائية لكنائس بيزنطينية تعود لأي قرن للقرن السادس ميلادي كمان تزين أرضيتها لهاي القرية كتابة باللغة السريانية كما يوجد أيضا شلالات مياه آخر سؤال يا طلابي هو من السؤال الثاني فرع واو لماذا تستحق عجلون الزيارة صيفا وشتاعا؟ لأنه يمتاز مناخها بمناخها الفريد بأنه مناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل صيفا والبارد شتاعا كمان مع كثرة غاباتها وجمال جبالها المرتفعة يعطيكم العافية بكون غطيت درسنا لهذه الوحدة وبتمنى أنكم تحلوا الأسئلة على الدفتر يعطيكم العافية